موسيقى الأمة يخاطب الحكومة رسميا بشأن مستحقات المتقاعدين والتأمينات تعلن جاهزية الإيداع في حساباتهم موسيقى مع بداية اليوم الثاني من اعتصام بيت الأمة ومن بيت الأمة الصقعبي يعز الاعتصام النيابي المفتوح والمبيت لتردي الأوضاع وعدم احترام الدستور موسيقى ورسالة من دواوين الكويت إلى سلطتين محورها التوافق وحل الخلافات موسيقى جولة تفتيشية مكثفة بقيادات قطاعات وزارة الداخلية مع الجهات الحكومية الأخرى لرصد المخالفين في منطقة الإشواخ الصناعية استمرارا للجهود الأمنية حملة موسعة تطوق الإشواخ الصناعية وتسفر عن تحرير مخالفات بالجملة موسيقى موسيقى أنا أود الناس أن تعيش حياتها بشكل طبيعي الصحة تؤكد بأن الوضع في بلاد مطمئن ولا يدعو للقلق رغم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام عبر اي تي في العدالة تفاصيل هذه النشرة بداية مع زميل محمد شكرا باسما ونبدأ النشرة من ملف المتقاعدين عقب جلسة خاصة أمس أقرت المنحة وشهدت على إثرها تطورات متعددة من اعتصام مفتوح لعدد من النواب وفي جديد ذلك أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم أنه تم رسميا مخاطبة الحكومة بشأن المستحقات المالية للمتقاعدين في حين أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاهزيتها لإداع المنحة المقررة بمقدار ثلاثة آلاف دينار بعد صدور القانون في حسابات أصحاب المعاشات التقاعدية الكويتيين والمستحقين عنهم نعم وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم أنه في حالة الجمع بين أكثر من نصيب تصرف المنحة الأعلى مقدارا كما سيتم زيادة المعاشات التقاعدية بواقع ثلاثين دينار اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل واستمرار الزيادة سنويا بواقع عشرين دينار تصرف شهريا من الأول من أغسطس من كل عام اعتبارا من العام المقبل وفي جديد المواقف بشأن الاعتصام والمبيت المفتوح في مجلس الأمة الذي أعلنه نواب أمس أكد النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي أن الوضع السياسي في البلاد مشلول بشكل تام نعم وأشار الصقعبي في مقطع فيديو نشره عبر حسابي على تويتر أن ما دفعه النواب إلى الاعتصام والمبيت في بيت الأمة هو عدم احترام الدستور وتعطيل عمل برلمان واستمرار أزمات الأسعار الطاحنة والتردي في الخدمات والإسكان يا جماعة احنا عايشين في بلد بالتكليف أكثر من 100 منصب قيادي شاغر وكلة وكلة مساعدين رؤساء جهات وغيرهم بعضهم من سنة وبعضهم من سنتين وبعضهم أكثر يا جماعة احنا عايشين في بلد البرلمان اللي مثل معطل اشتغل منذ انتخابه 212 يوم فقط وتم تعطيله لأكثر من 226 يوم بسبب استقالات ثلاث حكومات متعاقبة يعني أيام التعطيل أكثر من الأيام اللي اشتغلنا فيها وكل هذا وإحنا عايشين بأزمة أسعار طاحنة وتعينات واقفة وإسكان متأخر وتردي خدمات حالة سيئة جدا دفعتنا كنواب للاعتصام والمبيت في بيت الأمة اعتراضا على ما يحدث من تعدي وعدم احترام لمواد الدستور ونصوصها ونبقى في مجلس الأمة حيث قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن أبعدنان عبدالصمد أنه تم تأجيل اجتماع اللجنة اليوم لفقدان النصاب وأشار عبدالصمد إلى أهمية الاجتماع إذ كان مقررا فيه إقرار 45 ميزانية مستقلة وملحقة في اجتماع للجنة الميزانيات والحساب الختامي ولكن مع الأسف نتيجة لفقدان النصاب لم يُعقد الاجتماع علما بأنه كان الاجتماع مهم جدا وذلك للتصويت على 45 ميزانية مستقلة وملحقة وأمس بالذات كان بعض الأخوة يسألون عن متى موعد إقرار الميزانية الحقيقة خلال هذه الدورة عقدنا 35 اجتماع رئيسي وأربع اجتماعات فرعية في لجنة الميزانيات وأيضا شباب المكتب الفني ما قصروا الله يعطيهم العافية كان هناك اجتماعات مكثفة للمكتب الفني والآن احنا على وشك الانتهاء الكامل من الميزانية العامة للدولة إضافة إلى الميزانيات المستقلة والملحقة وعلى وقع تطورات جلسة المتقاعدين أيضا طالب تجمع دواوين الكويت في رسالة وجهها إلى سلطتين التشريعية والتنفيذية بخلق حالة توافق بينهما وجعل مصلحة الكويت وأهلها هي الأساس من أجل الوصول إلى عمل ديمقراطي يفخر به الجميع كما كان في الماضي وبمستوى تطلعات وآمال أهل الكويت وأشار إلى أنه أصبح لزاما وواجبا على السلطتين أن تسعي إلى أن يطوي كل ما علق من أزمات وعثرات ومحاسبة من يقف وراءها ويؤججها ويجب معالجتها بصورة حاسمة وحازمة لمصلحة الكويت وأهلها برافد من أجواء ثقة متبادلة وتوافق في الأولويات بين السلطتين مما يخلق ارتياحا شعبيا لتلك الأجواء لتحقيق إنجازات بمستوى تاريخ الكويت وأمال أهلها واكبت كاميرا اي تي في اليوم الحملة الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية على منطقة الشويخ الصناعية استمرارا لجهودها في فرض القانون وردع المظاهر السلبية وأسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات وأحالتها إلى جهة الاختصاص الزميل أحمد العنزي رافق رجال الداخلية وأعد لنا التقرير التالي جولة تفتيشية مكثفة بقيادة قطاعات وزارة الداخلية مع الجهات الحكومية الأخرى لرصد المخالفين في منطقة الشويخ الصناعية فلنتابع هذا التقرير موسيقى موسيقى هذه الحملات بدأت يعني يكون لها تعاون من الجهات التي نحن نتعامل معها وكذلك في انخفاض ملحوظ في كمية المخالفات احنا في هذه الجولات بشكل دوري بشكل اسبوعي في أيام متعددة في أوقات مختلفة يعني الحقيقة الجهات الحكومية متعاونة معانا موسيقى 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 شنو هالموقع هذا اللي صوتو يعني؟ هذا الله يسلمك الموقع قراج محل من المحلات يشتغل بره بالساحة اللي جدام المحل طبعا حاط الحدايد هذه اللي يسحب فيها السيارة يعدلها هذا طبعا كلها راح يتم مصادرتها الهين وراح يراجعنا لان المحل سكر وانحاش صاحب القراج فاذا صادرنا ذلك راح يراجعنا المركز وراح يتم تحرير لمحظر مخالفة واذا ما راجعكم؟ راح يتم تحرير لمحظر مخالفة بعد وراح يتصادر وهذا راح يرسل إلى حجز النعائم ما عنده ترخيص مزاولة النشاط اللي هو قراج تسليح سيارات مو موجود ما في ترخيص المعن نفسه ما عنده ترخيص نهائي لحد الان ما فيه اي ترخيص لا محلب ولا موجود مخالفة شنوها حنو نحول إن شاء الله بمخالفة محظر ضبط ونحول الجهة اختصاصة النيابة التجارية وتعخذ بالإجراء هذه اللي سيلميك سيارة مصروقة هذه سيارة جدامكم البوكس هذي حين تم تحويلها إلى مغفر شويخ تعامل معاها بجهة الاختصاص وهناك يبدأ أن المغفر شويخ اتصال على صاحب المركبة اللي بلق عليها أن هني مسروقة سيارة فالجهاز راصد هذا طلع عيوب الشارع يعني يعني عرفنا حين الجهاز يطلعنا سيارة مسروقة سيارة مطلوبة سيارة مطلوبة قضائيا خيانة أمانة هذا الجهاز حتى بالإقامات قام يطلعنا حتى انتهاء الإقامة موجودة لاحظنا وجود لوحة غير صادرة للإمليدارة العامة للمرور طالما أنها غير صادرة للإمليدارة العامة للمفتح تبر مخالفة مع العلم إحنا سمحنا لجميع أنواع السيارات في تخدام اللوحات هذه لو تلاحظ هذه المني معدن المني والكل يقدر يستخدمها بدون استثناء يقدم طلب عندنا ويحصل على اللوحة اللي يحتاجها لكن ما أنا عارف شلون الأخ يعني لجأ لبعض المحلات التجارية عساس يركب اللوحة المزورة وهذه وجرانا راح يكون حج المركبة وأيضا راح نحاول نوصل للمحل اللي يصدر اللوحة هذه ناخذ فيه الإجراءات القانونية صراحة الله يعطيهم العافية رجال الداخلية جهد يشكرون عليه ونتحول معكم إلى تطورات الوضع الصحي حيث أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أنه مستقر ولا يدعو للقلق لافتان إلى أن الوزارة تراقب عن كثب الوضع الصحي داخليا وخارجيا قبل وأثناء وبعد جائحة كوفيد 19 وقال السند في تصريح على هامش مؤتمر زراعة الخلايا الجذعية أن هناك تواصلا ما بين الوزارة والمنظمات العالمية بهذا الشان لافتان إلى أنه تم رصد ارتفاع لحالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض المناطق حول العالم ودول الخليج بما فيها الكويت وأوضح أن الحالات لا زالت في ارتفاع إلا أن الوضع في المستشفيات لا يدعو للقلق من ناحية العناية المركزة أو الأجنحة لافتان إلى أن العناية تخلو من الحالات تتبع التحورات هو يكون للمختصين وإن كان أي أمر هناك يعني لا قدر الله أو أي طار سوف نعلن عنه مثل ما كنا نفعل بالسابق فأنا أود أن أطمن الجميع يعني أنا أود أن الناس تعيش حياتها بشكل طبيعي أود أن الناس الآن موسم صيف عشنا المرة الفترات الماضية كانت أوقات لم تكن سهلة سواء للطاقم الطبي أو سواء للمواطنين والمقيمين الكرام الآن موسم الصيف نريد للناس أن ترجع لحياتها بشكل طبيعي مع الالتزام بالعادات الصحية السليمة الاعتيادية وقد انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الأول لزراعة الخلايا الجذعية للأطفال الذي يقام برعاية وزير الصحة الدكتور خالد السعيد والذي يدعم ويهتم بالأنشطة العلمية التي تهم صحة الأطفال وقالت رئيسة وحدة زراعة الخلايا الجذعية بمستشفى البنك الوطني للأطفال الدكتور السندس الشريدة أن عمليات زراعة الخلايا الجذعية للأطفال في البلاد تتم وفق أحدث المعايير العالمية مع تأمين المتطلبات التخصصية والتقنية لضمان إنجاح العمليات دون عوائق ناقش مؤتمر الكويت الأول لزراعة الخلايا الجذعية للأطفال والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الكثير من القضايا التي تهم صحة الطفل مثل الأمراض الوراثية والسرطانية وطريقة علاجها بزراعة الخلايا الجذعية وناقش المؤتمر أيضا مضاعفات تلك العمليات وقد تم التأكيد على أن انعقاد المؤتمر جاء بهدف دعم التعليم المستمر والمساهمة بالأنشطات العلمية التي تهم صحة الأطفال قمنا باستضافة نخبة من المختصين في هذا المجال على مدار اليوم وعقد ورش عمل ومحاضرات تثقيفية للأطباء العاملين بهذا المجال هذا يعكس اهتمام الوزارة الشديد بمجال طب الأطفال بشكل عام ومجال الأورام وزراعة الخلايا بشكل خاص الحمد لله الأحصائيات والعداد التي طلعنا عليها اليوم تعكس وجود رغبة قوية لدى القائمين على هذا المشروع بإضافة المزيد له تم زراعة أكثر من 25 حالة من أكتوبر 2020 وحتى الآن لمختلف الحالات المرضية ومنها حالات ثلاثيمية أنيمية البحر الأبيض المتوسط بإضافة الحالات الأورام للأطفال منها سرطان الدم وغيرها من الأمراض فالله الحمد هناك اهتمام كبير بهذا الموضوع من قبل قيادات الوزارة وعلى رأسهم عالي الوزير وسيد الوكيل وكافة قيادات الوزارة لرفع المستوى لهذه الخدمات والعمل على جعل كويت مركز معتمد عالميا لإجراء زراعة خلايا الجذعية للأطفال وصلت المؤتمر الضوء أيضا على الوضع الحالي لمعايير جودة زراعة الخلايا الجذعية للأطفال في البلاد وناقشت تحديات والصعوبات بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية بهذا الشأن ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها المتبرع أحيانا صعب أن نلقاه وإذا لقينا لازم نأهل المتبرع بس المتبرع الغير قريب هو الغير متواجد هذا عندنا صعوبة فإحنا اضطرنا أن نروح حق المتبرع القريب بس من زراعة نصفية ففيها نسبة خطورة إحنا نطالب في أن يكون عندنا سجل وطني لزراعة الخلايا الجذعية وهذا معناته ليس عندنا بنك للخلايا الجذعية السجل الوطني هو يكون عندنا معلومات للمتبرعين عن النسيج التطابقي اللي هو معلوماتهم الجينية تكون عندنا بحيث إذا في أي طفل محتاج لزراعة خلايا الجذعية أو حتى بلغي بزراعة خلايا الجذعية وما في متطابق من الأهل لأن نسبة الحياة أو نسبة الشفاء تكون أكثر إذا متطابق كامل سواء كان من قريب أو من غير قريب ولهذا نطالب إن شاء الله بإذن الله تعالى أن يكون عندنا سجل وطني للخلايا الجذعية ويكون عندنا هذا كمصدر للخلايا الجذعية من المتبرع الغير قريب وقد تخلل المؤتمر تنظيم عدد من الورش الطبية حول تخصصات متعددة في طب الأطفال وتقديم أوراق عمل للمشاركين في المؤتمر من داخل وخارج الكويت بهدف تبادل الخبرات لقناة اي تي في العدالة خالد الفارس أقامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان تكريما خاصا للإعلامية القديرة والإنسانة الراقية أنيسة جعفر الملقبة بماما أنيسة بس أنا أقول لك يا أم الجميع نعم ويأتي ذلك باسمت تقديرا لجهود ماما أنيسة ورعايتها لحملة التوعية بسرطان الطفل التي امتدت على مدار شهر ونصف الشهر الحقيقة طوال المسيرة الحملة ونحن افتتحنا كثير من المؤتمرات ورشاة العمل ودائما كنت سعيد بهذا الافتتاح اليوم في حقيقة الأمر أنا لست فقط سعيد أنا سعيد وفخور فخور لأنني أمام وجالس بجانب استاذة كبيرة في الإعلام أعطت الكثير للكويت والوطن عقود طويلة مضت وهي تعلم أبناءنا القيم الإنسانية والقيم الروحية هذا العطاء الذي ربّت عليه أجيال في حقيقة الأمر الدولة كلها تسعد بمثل هذه القمة أحنا الحقيقة أنا دائما أشعر أننا في الكويت مقصرين الحقيقة تقصير في حق أولئك القيادات في هذا البلد قيادات التي نعطي البلد الكثير اليوم نحن معه جالسين مع أحد تلك القيادات الإعلامية التي لا ينسى أفضالها في سبيل ما عانته طواله خاصة في تلك الفترات كانت المرأة في ذلك الفترات تجد الصعوبات في الإعلام كانت تتحدى تلك الصعوبات أنا يعني عاجزة أن أرد لكم ولو شيء بسيط من اللي أنتو عملتو أنتو عملتو شيء كبير الناس كلها تكلمت حدنا وجيتوا أنتو التوجونة بالأشياء هذه فأنا يعني والله يسامحوني يعني صحة نعتي الكلام الساعة ما أقدر أتكلم يعني لو أسوي برنامج صدقيني يمكن مسلسل مندته ثلاث ساعات يوميا بدون مبالغة على مدى خمسين سنة ما يخلص الكلام الأشياء اللي أنا عشتها ما بينكم لأنك أنتو قدرت يطلعين هالشي منهم بعطائك وبطريقتك وبالحسن قدرت يطلعين هالشي منهم باعتبانة للأطفال أبكر ويشت ما تصدقين حصة ولهان والحظ كانوا يحتضنوني ودي أصلح ياريت اللي يقول والله كلمات الحب ما توفي هذه السيدة حقها وننتقل حق الخبر عشان حسان لا يعصب قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع دفعة الثانية عشر من القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله وتشتمل على مائتين وست وخمسين قسيمة بمساحة أربعمائة متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ الساب والعشرين من مايو الفين واثنين قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتوزيع في مدينة جنوب سعد العبدالله هي المرحلة الحادي عشر في هذه المدينة أو في هذا المشروع ومكونة من ميتين وتسعة واربعين قسيمة آلية القرعة هي نزول الأسماء في مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الأربعاء والأسامي المطروحة في هذا اليوم يوني السلمون بطايقهم الأساسية في يوم الخميس ويوم الأربعاء ومن يتخلف عن هذا الموعد ترحل بطاقته إلى يوم الأثنين وهي بطايق الاحتياط ومن يرقب من المواطنين الذين لم يتواجد أسمائهم في هذه القائمة أن يتي يوم الأثنين لاستلام بطاقة القرعة ويتمس ناف القرعة في يوم الأربعاء أهلا بكم مجددا أظهرت بيانات أحصائية تركية أن الكويتيين جاءوا في المرتبة الرابعة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في مايو الماضي نعم وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية أن المواطنين الكويتيين اشتروا 130 عقارا في مايو الماضي ليحلوا في المرتبة الرابعة في حين تصدر الروس القائمة وأضافت البيانات أن مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في مايو الماضي تلتها ثانيا أنطاليا المطلة على البحر المتوسط وقد أشارت إلى ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 70% خلال الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بذات الفترة في العام الماضي فقدت السلفادور وهي أول دولة تعتمد البيتكوين رسميا نحو 50% من استثماراتها في عملة بيتكوين بعد الخسارة المدوية التي تعرضت لها العملات المشفرة ووصلت تقييم الحالي للمحفظة الخاصة بالدولة إلى 52 مليون و300 ألف دولار مع احتمالية التراجع لمستوى أكبر وسط سوق يغلب عليه اللون الأحمر ويرجح خبراء اقتصاديون أن الخفاض البيتكوين لن يكون دائما وأن تشهد السوق حالة من التعافي لكن خلال مدة زمنية غير قليلة بعد سكون المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها السياسة المالية الأمريكية أهلا بكم تعاقد مجلس إدارة النادي العربي مع المهاجم المغربي حمزة خابة وذلك للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم كمحترف قادما من فريق أولمبيك أسفي المغربي ويجيد خابة البالغ 26 عاما للعب في الهجوم حيث سجل خلال مشواره مع أولمبيك أسفي 18 هدفا منها 6 أهداف الموسم الماضي كما سبق لللاعب تمثيل المنتخب المغربي لللاعبين المحليين وأعلن النادي العربي على حسابه الرسمي تعاقده مع اللاعب دون تحديد مدة أو قيمة العقد أعلن برشلونة رسميا اليوم عن أولى صفقات الفريق الصيفية استعدادا لموسم 2022-2023 وأصدر النادي بيانا أعلن فيه التعاقد مع الإسباني بابلو توري جناح فريق راسينغ ستاندر حتى صيف 2026 ويحتوي عقد توري البالغ من العمر 19 عاما مع برشلونة على شرط جزائي قدره 100 مليون يورو وصلنا معكم لختام نشرتنا لهذه الليلة شكرا المتابعة وإلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة